كان حلم كبير جدا لكل الاهلوية ان هم يكون عندهم ملعب يحمل اسم النادي الاهلي ملعب السلام واحد من الملاعب المهمة جدا والملاعب اللي ارضها زي ما حضراتكم عارفين ارضية محترمة وبيتم الاهتمام بيها ويعني اعتقد ان هي النادي الاهلي حق عليها الكثير والكثير من الانجازات ومن الانتصارات الجوز التاني طبعا وهو وجود الجماهير يعني بشكل بسم الله ما شاء الله الجماهير كانت مديانة الملعب كله شهدت فوز مهم جدا للنادي الاهلي على الهلال السوداني في تاني لقاءات النادي الاهلي الافريقية بعد خسارة النادي الاهلي الاولى في تونس امام النجم الساحلي لكن فوز مستحق فوز مهم جدا يعطي دافع للنادي الاهلي لتكملة مشواره الافريقي وايضا لتكملة مشواره المحلي فوز مهم جدا تقلق فيه العديد من اللاعبين لكن كالعادة وزي كل مباراة محمد مجدي أفشا واحد من نجوم المباراة اللي دايما بيتقلقوا في صناعة الأهداف يعني كيف أنه يصنع أهداف مالك الأسست في الفترة القادمة أداء رجولي من كل اللعيبة الموجودة لكن زي ما بقول لحضراتكم الغيابات غياب علي معلول وغياب محمد فتحي أكيد مؤثرين لكن مع ميستر فايلر ما أعتقدش أن احنا نحس بالغيابات بعد ما بيتم توظيف كل لاعب بالشكل المطلوب أحمد فتحي وتوظيفه محمد مجدي أفشا وتوظيفه أيضا في حتة الارتكاس في نص الملعب وأنه هو إزاي يعني يصنع من نص الملعب وأنه هو يكون موجود في مركز ممكن يكون لأول مرة أو لتالت مباراة على التوالي مع ميستر فايلر أفشا يلاقي نفسه في المكان ده سواء دفاعيا أو هجوميا المجهود اللي بيبذله كل اللعيبة بتبذله أكيد واضح جدا على اللعيبة الارتداد اللي بعد ما ندلقه اللي بيفقد القورة واللي بيرجع علشان يغطي كل أطراف الملعب الجنبين أو حتى في قلبية الدفاع أو حتى في منطقة نص الملعب المنافس أعتقد أن كل هذا كموضح جدا على النادي الأهلي وبالتالي مباراة كلها إيجابيات مباراة كلها أكيد لازم هنتكلم عليها ونتكلم على فنياتها ونتكلم على يعني إيه اللي احنا ممكن نستفيده من خلال فوز مهم أدى كمان إلى إقالة المدير الفني النادي الهلال السوداني وبالتالي توابع خفوز النادي الأهلي مش بس يعني بالإجاب على النادي الأهلي وجماهيره هو أيضا بالسلب على الفريق المنافس مع كامل الاحترام والتقدير فريق الهلال السوداني كان يعني كان بيحاول لكن قوة النادي الأهلي في حسم المباراة في الشوط الأول والشوط الثاني أعتقد أن كانت كفيلة بإنهاء كل أحلام الهلال طبعا هذا في جيف الدقيقة أو في الوقت الأخير من عمر المباراة لكن كان صعب جدا النادي الهلال يعود إلى المباراة بعد الشكل اللي احنا شفناه جمال الجمهور وروعة الجمهور في الملعب والغناء والشعرات اللي بيطلقوها دايما سواء للعابة النادي الأهلي اللي حضر جوه الملعب وتشجعهم من أول دقيقة لحد آخر دقيقة وأيضا الجزء المهم جدا هو مؤمن زكريا حتى الجمهور بيدعمه مؤمن زكريا موجود أو مش موجود الجمهور بيدعم مؤمن زكريا بكل قوة واحد من اللعيبة المهمين جدا جدا اللي أكيد عنده رحلة علاج إن شاء الله ترجع ويرجع بألف مليون سلامة للأرض بالملعب علشان ينور ملعب النادي الأهلي وينور مكان ووسط اللعيبة وينور مكان وأيضا فيه تشجيع الجمهور لي زي ما حضراتكم تابعتم أيضا إن فوز النجم الساحلي على بلاتينيوم خارج ملعبه 2-0 أعتقد أن هي أو عفواً 3-0 نتيجة أعتقد أن هي منطقية جدا بالنسبة أن نادي بلاتينيوم نادي يعني ما عندهوش خبرة كبيرة جدا في الكرة الأفريقية في دوري الأبطال لكن النجم الساحلي أكيد نادي كبير ونادي بيحقق التلات نقاط أثنية ليه في دور المجموعات النادي الأهلي أيضا هيكون عنده إن شاء الله لقاء يوم الأربع القادم في بطولة الدوري وبعديها أيضا هنفضل مكملين إن شاء الله في مشوارنا الأفريقي علشان مكان الطبيعي للنادي الأهلي هو صدارة المجموعة وده أمر طبيعي جدا وأمر أعتقد أن حضراتكم ولكم عارفينه مش هنتكلم عليه كتير ولا هنزايت عليه كتير إن النادي الأهلي وضع طبيعي 15 نقطة بعد طبعا الخصارة اللي أنا وكل الناس شايفينها وإلا على أساسها النادي الأهلي بعت شكوى والنادي الأهلي بعت شكوى مش بس أفريقية بعت شكوى عالمية ليلة حد الدولي كرة القدم إن النادي الأهلي كان يستحق على الأقل الخروج بنقطة من مباراة النجمة الساحلي لو هنتكلم إن اللعيبة كانت موجودة والنادي الأهلي ما أحرصش أهداف وبالتالي الخصارة أو النادي الأهلي لما فقد أي من أشرف أعتقد إنها أثرت معاه يعني بشكل كبير جدا لكن زي ما قلت لحضراتكم الفوز التاني على التوالي أو الفوز الأول في اللقاء التاني في البطولة الأفريقية أعتقد إنه شيء مهم جدا وأعتقد إنه هنبني عليه نقاط كتيرة جاية في الفترة اللي جاي تعالوا نروح كديرا شوية الأخبار اللي موجودة معنا قبل ما نستقبل أستاذ عصام شلتوت في أولى فقاراتنا الحوارية أستاذ الرئيس